الطبق الرئيسي والاساسي اللي بيبقى دايما موجود معانا على الصفرة وقت الصحور وينسي بعد كده ان انت تشتري من برا قاسبا بليا لو جربتوه بنفس الطريقة بتاعت دي مش هتحتاجة غير شوية زيت حر وفقط لا غير وتقدميه بألف انا وشفا كل اللي عليك ان انت تسمعي التعليمات اللي اقولك عليها دي وهخليك تعملي احلى فول في نفس اليوم من غير ما تنقعي ولا الكلام ده كله كل الحكاية ساعتين مش هنحتاجة اكتر من كده هتجيبي الفولية للبلد الحلوة لزاي العسل اللي انت شايفينها دي وبعد كده هتجيبي مية تكون مغلية في الفولة بتاعت الفول هنحط فيها وبعد ما نقيت الفولة بتاعت كويس جدا من اي حاجة فيها هتخسليها يا ست الكل مارتين تلاتة كده وهتسقطيها بقى في المية المغلية دي بس قبل ما ما تسيبيها ساعتين هتعصر عليها بالزبط كده عصرة لمونة كاملة فايدي التلمون هنا هيخلي معايا الفولية بيضة بعد ما تستوي وحياط ربنا الفول هيبقى معاك زي الكهرمان بعد ما خلاص بعد مرور ساعتين هتحس ان الفولية وخلاص بدأت ان هي بديبلت على الاخر شوفوا نفس اليوم هنعملوه وإحنا وقفين عشر فسوس بقى من التوم اللي عندك وحوالي كده تلات جزرات تبشيرهم وهتاخذيهم وتحطوهم في الفوالة بتاعتك وتاخذي الكلام ده كله وهتحطيه على النار وطبعا هتفضلت بشرها لما تحس ان المية قلت هتزاودي في كل مرة مية وطبعا انتو مش محتاجين ان انتو تشوفوا الخطوة دي الخطوة دي انتو ما شاء الله عليكم بتعرفوا تعملوها بس انا بس حبيتها وريكم بس قابلي برضو ما تحطيها على النار هتقليب المكونات كلها كويس جدا مع بعض والخطوة دي مهمة لما تحطي الفول على النار بتخليها على نر متوسطة وتحاولي ان انت دوار بالغطى بالشكل ده والفول بتاعنا بعد ما استوى ما شاء الله هوريكم بسوا كهرمان فولية كده عاملة زي الزبدة حاجة كده فاخر من الاخر عندك بقى خلاط بالهند بلندر زي حالاتي كده تضربيها بص ان انا عايزاك ان انت تكوامها يبقى بالشكل ده ولا يعني ما هروس اوي ولا تخين اوي بس كده هو ده طبق الفول بتاعنا رش عليه بقى شوية زيت حار واصر عليه عصرة نص لامونة لو انت حبه وبالف انا وشفة لو حبه تقدمها برضو بطحنا برضو بالف انا وشفة كان عندي بقى عيش بلدي احنا تصحارنا بقى بالطبق ده كان كلنا كنا متشك عليهم احنا قاعدين على الصحور والكمية دي ما تستهونش بيها انا اخدها بقى وفرزها في الفريزر بس طبعا بفضها في الاكيز بعد ما الفولة بتاعتي تهدى نهائي والكمية دي انا افرزها في الفريزر ووقتي الصحورة طلحة طبعا ان شاء الله هتكافينا الحبه اللي يفضلين كده من رمضان يلا ام انتو هي مستني اي ام اعمليها دلوقتي مش هياخد معاكي بص على الصحورة هيكون جاهز معاكي بازن الله انا عايزاكم بقى تدعاموا الصفحة بتاعتي كده وكل حد فيكم سبع الفيديو او وصل لحد هنا يكتب لي تعليق حلو زي والتعليق ده لا يرفع الصفحة شوي معايا وكمان واخد على خطر منكم هو يحصل ايه لو ما تعملوا له قلب حلو زيكم كده ده القلب ده لا يفرحني وهيرفع من معنويات ان انا نزلوكم فيديوهات تامين ويا ست انتو هو برضو رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين اعتبروا دي العادية بتاعتي اعملوا لايك حلو زيكم على الفيديو كده واخر طلب هتلوقوا من لكم بالله عليكم لو بتحبوني اكتبوا بدل التعليق اتنين وثلاثة ان شاء الله حتى تعملوا امجان او اي حاجة كده او اي منظر وخلاص المهم الفيديو ده انا عايزا يترفع بالله عليكم بصوا انا ما بشحتش انا بتعشن فقريبي وصحابي واخواتي اللي موجودين معايا على الصفحة اعملوا تعليقات كتير وبرضو اضغطوا لايكات برضو كتير فرحوني بقى ربنا يفرحكم ويساعدكم وفرحكم باولادكم يلا شوفكم على خير انا خلاص الكمية بتاعتها هي ما شاء الله هسيبها بقتيه ده براحتها خالص واخدها واعينها في فريزر وبالف انا وشوفها يا رب علي جرب طريقتي واشوفكم على خير وكانت معكم نور عرفات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرعية اللي